موسيقى لليوم الثاني على التوالية لجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تواصل اجتماعاتها موسيقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يبحث مع مجموعة منصور للسيارات سبل دعم مشروعات المجموعة موسيقى مجموعة السبع تدين تشريع إسرائيل خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة موسيقى السادسة مساءنا الثالثة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية جديدة تاتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم وبدايتنا مع الزميل أحمد عبدالصمت أهلا بك أحمد أهلا بك موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام والبداية من اجتماعات اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة الجديدة موسيقى أقسم بالله العظيم أن أحافظ بخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرأى مصالح الشعب لعاية الكاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه موسيقى تواصل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس تواصل اجتماعاتها حيث تستمع اللجنة في اجتماعها الرابع لوزراء النقل والطيران المدني والسياحة والآثار بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية ألقى وزير السياحة والآثار شريف فتح بيانا في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة أوضح خلاله أن أبرز مستهدفات الوزارة الوصول إلى 30 مليون سائح مع العمل على تنويع الأنماط السياحية واستغلال المقاومات السياحية الموجودة في مصر وتعظيم الاستفادة منها مشيرا إلى أن أبرز المقاومات اللازمة لتحقيق الأمن الاقتصادي السياحية هو تعزيز الاستثمار السياحي وجذبه من خلال عدد من المبادرات ستقوم الوزارة بطرحها في هذا المجال لتشجيع المستثمرين في مجال السياحة وأضف فتحي أن الوزارة أعدت خطة لاستغلال المتاحف وإدارتها من خلال المشاركة مع قطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منه عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة المشكلة الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة وذلك بحضور وزراء الصناعة وقطع الأعمال العام والإنتاج الحربي هذا صرح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن نقاشات اللجنة كانت صريحة وواضحة في جميع الملفات التي تمت مناقشتها واتسمت بالديمقراطية والصبغة العملية والواقعية حيث أن الوزراء عرضوا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية برامج تفصيلية لتنفيذ برنامج الحكومة الذي أظهر أولويات الحكومة فيما يتعلق ببناء الإنسان ودعم الصناعة وكذلك تطوير الصناعات الوطنية والعمل على النهوض بها مع وضع المسئولية المجتمعية في الاعتبار الأول استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الصناعية الفريق مهندس كامل الوزير أمام الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة استعرض خطة وزارة الصناعة في برنامج الحكومة مشيرا إلى أن مستهدفات الخطة تتمثل في زيادة الانتاج الصناعية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلية وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية مشددا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وأضف نائب رئيس الوزراء للشؤون الصناعية أن أهم المحاور الاستراتيجية للخطة تتمثل في ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة القاعدة الصناعية وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة مؤكدا أن أبرز الاستباقيات العاجلة للوزارة هي التصديق الفوري على أي قرارات تسهم في حل مشاكل المصنعين وطرح حوار مجتمعي مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها بالإضافة إلى تدشيل منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين التقديم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات عليهم ألقى وزير الإنتاج الحربي محمد صلاح الدين بيانا عن خطة الوزارة في برنامج الحكومة مشيرا إلى أن أبرز أولويات الوزارة هو تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة مؤكدا أن الوزارة تدرس الجدوى الاقتصادية لكل مشروع صناعي قبل إنشائه ونوها وزير الإنتاج الحربي بأهمية تأهيل العاملين وتدريبهم على كافة الوسائل الحديثة مضيفا أن الوزارة تنوي بالتعاون مع الجانب الياباني إقامة مشروع إنتاج المياه من الهواء من خلال إنشاء محطات لتوليد المياه من خلال ضغط الهواء لتوفير قدر أكبر من المياه هذا أكد وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك إمكانيات تكنولوجية كبيرة وكذلك مصانع كثيرة وأن الوزارة لديها خطة لاستغلال هذه المصانع وتشغيلها وملء الفراغات الموودة بها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أكد محمد داشيمي وزير قطاع الأعمال إعتزام الوزارة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق وفي كلمته أمام الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بمجلس النواب أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات في مختلف الأنشطة مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات وأضف أنه تم وضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة برنامج الحكومة في هذا الملف أنه هو برنامج طموح وبرنامج فيه تحديات والحاجة الكويسة اللي فيه أن الوزراء المتولين الحقائب فاهمين كويس جدا المعاوقات معاوقات وظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر فبالتالي بيترحم أطرحات جديدة ممكن أن هي تفك الاشتباكات وتفك العوائق الإدارية وبالأخص هتتيح مناخ أكثر جذبا للاستثمار هتتيح مناخ أكثر لفرص عمل للشباب أنا شايف أن مردود اللجانب تنبارح على الشارع في المصر مختلف تماما عن الأول تجاوب الوزراء معنا في الطلبات اللي احنا طلبناها منهم لصالح المواطن المصري أنا بقول أن ده إنجاز عظيم للبرلمان المصري مع الحكومة يعني أنا شايف أن المنهج اللي احنا ماشيين به والاستفسارات السادة النواب عن كل المواقف كل وزير على أحدها أنا بقول ده نجاح للبرلمان المصري وللحكومة المصرية في المرحلة الراهنة الصعبة اللي احنا بمر بيها نقشنا كل موضوع على أحدها كل نائب قال اللي عنده بمنتهى الصراحة والشفافية استجابة كاملة من الحكومة لكل مطالب النواب اللي بيمثلوا الشعب المصري اتحدثت عن المشاكل أو الموضوعات المتعلقة بملف الزراعة مع هذه الوزرات بدأت الأول بستة الوزير كامل وزير واتكلمت في موضوع الصناعات الغذائية واحنا الحقيقة في سنة 23 حققنا صادرات زراعية فريش بحوالي 3.7 مليار دولار وحققنا صادرات من الصناعات الغذائية بحوالي 5.1 مليار دولار وبالتالي لو احنا النهاردة شجعنا الصناعات الغذائية واقمنا مناطق صناعية في مناطق الانتاج انا اكيد هقدر ازود هذه الصناعات وفي نفس الوقت هضيف قيمة مضافة بدل ما بصدر منتج خام وهفتح ابواب عمل للشباب واقيم مصانع اقدر استفيد منها في دعم لصادرات وفي نفس الوقت توفير لاستلاك المحل كان من اهم المدخلات النهاردة ان فعلا البرزنتيشن اللي اتعرضت من معالي الوزير فريق كامل كانت هيلة جدا كانت بتضم حصر للمشاكل كلها اللي بيعاني منها المصنعين كانت بتضم ملف المصانع المتعثرة وخطته المستقبلية لها كانت بتضم حتى التشجيع الميكانة في القطاع والتزامه بعمل منصة رقمية للصناع المصرية فاذا دي حاجات كنا فعلا بنطالد فيها طول الوقت اللي فات يمكن المدخلة اللي انا اتكلمت فيها ان انا محتاجة تكون هذه المؤشرات وهذه العرض اللي تقدم يتحول للستراتيجية الوطنية للصناعة وتكون جايلنا في شكل ارقام ومؤشرات ومجدولة زمنيا رقم واحد مجدولة قطاعيا لان كل صناعة في كل قطاع وليها تحدياتها وليها افكارها ومؤشراتها وكمان جغرافيا لاننا عندنا محافظاتنا المختلفة كل محافظة لها ميزة تنافسية مختلفة في الصناعة اللي هي يمكن بتظهر فيها قدام العالم مساهمة النواب ما تقدريش تميزي وتقولي مين موالاة ومين معارضة لان فيها قدر كبير من المصرحة والمكشفة ويعني وإيه تصورنا لان احنا يعني اللجنة كل اعضاها بلا استثناء يستشعرون ان المواطن المصري حاضر هو الحاضر زي بيسموه الحاضر الدائم في كل مناقشات اللجنة فعين اللجنة على المجتمع المصري ورؤيتنا للحكومة على اساس نقلل من مساحات الغضب ونزيد من مساحات الرضا عند المواطن المصري هذا الامر يتطلب اداء صحيح الحكومة الحالية مش هتضطر على زر كده بحيث تغير الحال فجأة لكن يبقى في مؤشرات وبشائر تطمئن ان احنا هنسير على الطريق الصحيح شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس انواب على رأس وفد من البرلمان في اعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس والمنعقد في مدينة سان بيتسبيرج بروسيا وفي كلمته امام المنتدى اكد المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص دولة مصرية بكافة مؤسساتها على الانخراط النشط في مختلف آليات وانشطة تجمع بريكس الواعد مشيرا الى خطورة ما يجابه العالم المعاصر في جميع ارجائه من متغيرات سلبية ومتسارعة ومتلاحقة واكدا ان التحقيق السلام العالمي يواجه حاليا تهديدات جسيمة جراء تفشي الصراعات والنزاعة كما شدد جبالي على ان الامال تعقد على تجمع بريكس ليضخ دماء جديدة في شريين نظام العالمي لمواجهة تحديات العصر الراهن ودفع اطور واليات التعاون الدولي الى افاق اكثر رحابة وتعزيز صوت الدول الناشئة في عملية صنع القرار العالمي وفي ختام كلمته دعا رئيس مجلس انواب الى استدامة الحوار البرلماني حتى يقوم بدوره المأمول منه والمتمثل في تعزيز اليات الحوار البرلماني العالمي بوصفه خطوة ملحة باتجاه حلحلة الازمات والقضايا العالمية التي اضحت تهدد بقاء العالم المعاصر والبشرية جمعا عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير عقد اجتماعا مع وفود مجموعة المنصور للسيارات لبحث مشروعات المجموعة لتصنيع السيارات وقطع غيار السيارات والمركبات الكهربائية واكد الوزير ان هذا اللقاء يأتي في اطار خطة تطوير الصناعة في مصر والعمل على توطين الصناعات المختلفة ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وكذلك تعميق التصنيع المحلية مشيرا الى ان الحكومة تعمل على توفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات موضحا ان السوق المصري يزخر بالفرص والمقاومات الاستثمارية المتميزة في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي تشمل توفر المواد الخام والاياد العاملة المطربة عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءنا مع ماري لويس رئيس المجلس التصديرية للملابس الجاهزة لمناقشة سبل تنمية وتطوير صناعة الملابس الجاهزة هذا واستمع الوزير الى عدد من المعوقات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة ومقترحات لحلها حيث اكد الحل الفوري لكافة المشكلات التي تم طرحها خلال الاجتماع لانطلاق بهذه الصناعة الهامة عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عقد لقاء مع ممثل شركة بي اس اتش مصر المالكة للعلامة التجارية بوش وذلك تناول اللقاء متابعة مشروعات الشركة الحالية وخطط الشركة المستقبلية بالاسواق المصرية حيث تقوم الشركة حاليا بانشاء مصنع لانتاج اجهزة البوتجاز في مدينة العاشر من رمضان وباستثمارات تتجاوز نحو خمسين مليون يورو واكد الوزير الحرص على دعم توسع استثمارات الشركة في السوق المصرية نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الاصلاح والتأهيل 15 مايو بحضور عدد من شيوق الازهر في اطار الحرص على احياء المناسبات الدينية والوطنية وذلك انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة في اطار حرص وزارة الداخلية على اقامة الشعائر واحياء المناسبات الدينية داخل مركز الاصلاح والتأهيل تطبيقا للمفهوم الانساني في السياسة العقابية الحديثة نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الاصلاح والتأهيل 15 مايو شهدت الاحتفالية ندوات دينية بحضور عدد من شيوق الازهر للحديث حول دروس الهجرة النبوية ونتائجها والاستفادة منها وهو ما يرصخ لدى النزلاء قيما دينية اساسها الاعتدال كل حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دروس نتعلم من كل موقف درس نتعلم من كل خطوة من خطوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عبرة كيف نتعامل مع الحياة نبي اقول الله مفتح مسامع قلوبنا الى ذكرك لو مسامع قلبي تفتحت لانوار الوحي لأخذت واستمدت هحاسب نفسي عالكلمة هحاسب نفسي عالحركة هحاسب نفسي عالفعل نقدم التهنئة بالعام الهجر الجديد ونحاضر النزلاء من الرجال والنساء والمحاورة بيننا وبينهم في امن وامان البلاد وفي مراقبة الله عز وجل وفي التوبة النصوح الى الله سبحانه وتعالى وتقام الندوات الدينية بصورة منتظمة داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وترفع هذه الندوات الوعي الديني والثقافي لدى النزلاء فهي فرصة امامهم لفتح باب الاستفسار والنقاش لمعرفة امور دينهم ودنياهم حتى يعودوا الى مجتمعهم محصنين فكريا لبداية حياة جديدة شروط التوبة النصوح وكيف اعلم ان الله قد تقبلها مني التوبة النصوح يعني التوبة التي لا ترجع فيها ابدا يا ايها الذين امنوا طوبوا الى الله طوبة النصوحة وخد بالك من حاجة جميلة اوي ان ربنا سبحانه وتعالى مدام وفقك الى التوبة اعرف انه عايز يتوب عليك النهاردة كان في نادوة دينية حضرناها احنا واخوانا النزلاء سألنا اسئلة واجابانا عليها العلماء باجابة ورفية افادتنا جميعا بنهني السيد الرئيس عفتاح السيسي وزارة الداخلية بمناسبة لأسنة الهجرية عاد الله على الامة الاسلامية وعلى الشعب المصري بخير الامن وبركاته في حاجات احنا هنا عرفناها ما عرفناش برا من خلالنا دوات الدينية بنعرف حاجة كتير احنا ما كناش نعرفة عن الدين عن الاسلام حاجة كتير ما كنتش عرفة تعلمتها هنا كل اسئلة باسألها بيتجاوب عليها والشيوخ بصراحة لنا بيجوا بيفيدونا كتير وبيريحونا نفسهم في كل حاجة وبيردوا على كل اسئلتنا استفيد من المشايخ اللي بيجينا والدكاترة احنا بنسألهم وبناخد رد على اسئلتنا بقى فيه تحفيظ للقرآن بقى فيه محو أمية فيه تعليم احياء المناسبات الدينية في مراكز الإصلاح والتأهيل أحد أهم أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم للنزلاء ضمن منظومة متكاملة من الإصلاح والتأهيل لتقويم سلوكيات النزلاء وإعدادهم للاندماج في المجتمع أكد أحمد كوجك وزير المالية أنه سيتم يوم الخميس المقبل صرف نحو ثلاثة مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثابعة لمبادرة السداد النقدي الفورية وأوضح أنه بذلك يتجاوز إجمالي ما تم صرفه حتى الآن في هذه المرحلة إلى أحد عشر مليار جنيه لافتا إلى أنه سيتم يوم الثامن من أغسطس المقبل استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة من هذه المبادرة بما يساعد في توفير السيولة النقضية للقطاع التصديرية ومساندته في ظل التحديات الاقتصادية توجهت دكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في زيارتها الخارجية الأولى عقبات توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى العاصمة الصينية بكين وذلك لمشاركة في النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشاركة هذا كله لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها تعاون بين بلدان الجنوب والابتكار وجهود تعزيز التعاون المشارك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ومن المقرر أن تلقي المشاط كلمة في فعلية تحت عنوان توحيد الجهود لتعزيز التنمية في دول الجنوب العالمي مصار جديد ورؤية جديدة وذلك إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي المؤسسات الصينية في إطار الشراكة التراتيجية بين البلدين أجرى على فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي زيارة تفقدية المفاجئة للجمعيات الزراعية بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة والسادات بمحافظة المنوفية وهي الزيارة الأولى له بعد تكليفه بالوزارة وأكد وزير الزراعة على التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين فضلا عن التيسير عليهم في عمليات صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج وتقديم كافة سبل الدعم لهم قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني إن إجمالية الاستثمارات التي تم ضخها بمدينة ضمياط الجديدة خلال عشر سنوات بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بلغ نحو ثمانية مليارات وأربعمائات ألف جنيه وخلال اجتماع عقده بمقر جهاز مدينة ضمياط الجديدة لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها أوضح الوزير أن حجم الاستثمارات الكبير الذي تم ضخه خلال الفترة الماضية استدفى دفع معدلات التنمية بالمدينة وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل وهو من عكس بالفاعل على زيادة حجم الطلب والإقبال على الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدينة تفقد وزير الإسكان شريف الشربين اللمسات الأخيرة لإنهاء 672 وحدة بمشروع الجنة للإسكان بمدينة ضمياط الجديدة وموقف ومستوى الخدمات وأعمال التشغيل والصيانة بالموقع الذي يضم 59 عمارة بالمشروع تم الانتهاء من تنفيذها وتسليم الوحدات بها للحاجزين وخلال جولته بالمدينة شدد الوزير على تعظيم الاستفادة من الواجهة الشطئية لمدينة ضمياط الجديدة وإتاحة الفرص الاستثمارية السياحية وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمحاور الطريقة ولكل المشروعات والإزالة الفورية للمخالفات والاهتمام بأعمال الزراعة والنظافة والتوسع في زراعة الأشجار المثمرة واختيار أفضل الشركات لأعمال التشغيل والصيانة وتحسين الصورة البصرية ووضع اللافتات واللوحات الإرشادية للأحياء والطرق والمشروعات المختلفة كما تبع وزير الإسكان مستوى الخدمات المقدمة لمرتد شاطئ وادي قادرون لذوي الهمم والذي نفذه جهاز المدينة وفقا للمواصفات القياسية في هذا المجال أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن سلمت أمر مهم جدا وأن العمل على تحسينها باستمرار هي من الأولويات وخلالها جولة انتفقدية لسير العمل في حقل ظهر ببورسعيد شدد وزير البترول على أهمية ما يتم تطبيقه من معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتحقيق معدلات عالية من ساعات العمل الآمنة وأثنى بدوي على شركة القائمة بين شركة إيني الإيطالية وقطاع البترول المصري وتقدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها منذ بداية الشركة مع إيني حتى الآن يصل إلى حوالي تسعة وثلاثين مليار دولار تم إنفاق حوالي ثلثي تلك الاستثمارات خلال أعمال تنمية حقل ظهر بإجمالي استثمارات تصل إلى ثلاثة عشر مليار وخمسمائة مليون دولار لإضافة إلى وجود خطط مستقبلية طموحة لضخي مزيد من الاستثمارات تفقد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو متحف محمد محمود خليل وحرمه التابع لقطاع الفنون التشكيلية واطلع وزير الثقافة على محتويات المتحف وسيناريو العرض المتحفية ونظم تأمين مقتنيات المتحف واستمع إلى ما يقدمه المتحف من خدمات وعنشطة لزواره وخطط التحول الرقمي لمتحف القطاع بشكل عام تدشن وزارة وتضامن الاجتماعي مبادرة أحسن صاحب لدمج الأشخاص لزوي الإعاقة في المجتمع التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون والشاركة مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة صناع الحياة مصر هدى وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتقليل العزلة الاجتماعية لهم وزيادة تفاعلهم الاجتماعي من خلال دمجهم في الأنشطة المختلفة وقد تم الإعلان عن المبادرة للمرة الأولى أمام رئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل قادرون باختلاف عام 2023 والتي لاقت ترحيبا ودعما من سيادته عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية وذلك لبحث تطورات العمل في ملف التأمينات الاجتماعية تناول الاجتماع استعراض أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين حيث إن هناك ما يقرب من 11 مليون ونصف المليون مواطن يستفيدون من المعاشات بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه شهريا التقت وزيرة التضامن الاجتماعية الدكتورة مايا مرسي القائمة بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر جيرمان حدد لبحث تعزيز سبل التعاون في عدد من المجالات في العمل المشترك بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان هذا وناقشا لقاء عادة هيكلة المشروعات المنفذة بين الوزارة والصندوق بإضافة إلى تعزيز التعاون في مختلف البرامج التي تخدم قضايا الأسرة والتنمية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هذا أكدت حدد استمرار الشركة بين وزارة التضامن وصندوق الأمم المتحدة للسكان مبدية استعداد صندوق لتقديم كل سبل الدعم للوزارة في كافة برامج العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة في الارتقاء بخدمات الأسرة المصرية قام نائب وزير الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب بجولة تفقدية بمستشفى العالمين النموذجية في محافظة مطروح تنفيذا لتكلفات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية وحرص نائب الوزير على تفقد جميع أقسام المستشفى والتأكد من تواجد الفرق الطبية بجميع تخصصاتها كما تفقد سيارات خدمة الزيارة المنزلية وطالب الطبيب بزيارة عدد ساعات عمل العيادات المسائية لاستعاد أعداد المترددين إلى جانب زيادة عدد أسرة القسم الداخلي وقسم الرعاية أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان تقريرا حول حالة سكان العالم السنوي لعام 2024 تحت عنوان أقدار مغزولة بخيوط الأمل إنهاء أوجه عدم المساواة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية أقام صندوق فعلية بهذه المناسبة واحتفالا باليوم العالمي للسكان وبذكرى مرور ثلاثين عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة عام 1994 وحضر الفعلية عدد من المتخصصين في ملفات السكان المختلفة لطرحي رؤاهم حول مستقبل الوضع السكاني في المنطقة والعالم قدمت مداخلة على دور البيانات والنتائج البحوث في الاستجابة لحاجات الأسرة العربية وعطينا أمثلة مختلفة سواء كانت من التعدادات من المسوح الأسرية ومن السجلات الإدارية وكذلك المعلومات والنتائج البحوث وكيف يمكن استخدامها وتوظيفها لوضع مداخلات تستجيب لحاجات الناس لتمكنهم من تحقيق رغباتهم الإنجابية وأن يصلوا إلى أسرة التي يرغبون فيها وتعيش بالسعادة ويمكنوا يكونوا قادرين الزوجين على تأمين الحاجات الأساسية لأبنائهم بنحتفل باليوم العالمي للسكان واليوم النهاردة له خصوصية عن أي احتفال لليوم العالمي للسكان لأنه بيمثل مرور 30 سنة على مؤتمر القاهرة للسكان اللي اتعمل في القاهرة في 1994 واللي كانت توصياته الاهتمام بملف القضية السكانية بتحسين الخصائص السكانية إضافة إلى تقفيد الموليد بتحقيق المبعدة ما بين الحمل المتعاقب والحقيقة أنا بحب أنوه أنه مصر ماشي في هذا الاتجاه بمنطقة القوة رئيس الجمهورية أوصى بأن الهدف الثاني للمرحلة القادمة هو بناء الإنسان وبناء الإنسان لن يتأتى إلا بتحسين الخصائص السكانية إلى جانب أن دولة رئيس الوزراء تم تعيين نائب لدولة رئيس الوزراء للتنمية البشرية وتحت التنمية البشرية أهمها هي تحسين الخصائص السكانية فالدولة بتبرهن أنها معنية ومهتمة جدا بهذا الملف خلال 30 سنة من إنعقاد مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية كان الاتفاق مع أكثر من 150 دولة على أن قضايا وخصائص السكان هي مرتبطة بشكل جذري في تنمية وسلامة المجتمعات بشكل عام وتم الاتفاق على إدماج هاي الخصائص في القرارات مش بس للسكان إنما بكافة جوانب التنمية ما بعد 30 سنة أهمية هاي المواضيع لسه أكثر مما كانت في 1994 واحد عندنا قضايا معقدة خاصة في العالم العربي أولهم تفشي القضايا الإنسانية الحروب والكوارث الطبيعية وهذا أدى إلى النزوح الداخلي في البلدان والنزوح للبلدان المجاورة التعامل مع هاي القضايا من ناحية مجتمعية من ناحية إنسانية من ناحية اقتصادية بدها تأني ودراسة قضايا السكان وخصائصها وإدماجها في جميع القرارات للحفاظ على الخدمات بشكل سليم وحقوق الناس بشكل أخص الموضوع اللي بيركز عليه احتفال اليوم العالمي للسكان هو البيانات لكن برضو حابين نقول مرة تانية البيانات مش في حد ذاتها البيانات الكمية مش عدد السكان مش الأرقام لكن البيانات اللي تساعدنا إن إحنا نعرف إيه الفجوات فين إحنا محتاجين نقدم خدمة أحسن فين إحنا مش وصلين للناس فين فيه أسر محتاجة خدمة تنظيم أسرة وإحنا مش قدرين نوصل لها إزاي نقدر نوصل لهم فين فيه غياب عن المعلومة ما بتوصلش للناس ويعني بتيقلي إن الجلسة الأخيرة النقاشية كمان يمكن ركزت قوي إزاي ممكن نستخدم البيانات عشان نجذب كمان استثمارات يعني الدراسة الجدوة الاقتصادية اللي تقدمت اللي بتبين إيه الفجوات اللي موجودة الفجوات المالية عشان نقدر فعلا إذا توفرت حنقدر نلبي كل الاحتياجات من خدمات تنظيم الأسرة اللي موجودة في مصر وبالعودة مشاهدين إلى اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة وللمزيد ينضم إلينا من مقر مجلس النواب شيرين مجدي مرسلة إكسترا نيوز شيرين بعد التحية بدأ الاجتماع الرابع لهذه اللجنة والذي يستمع في أعضاء هذه اللجنة إلى وزراء النقل والطيران المدني والسياحة والآثار ضعينا في مزيد من التفاصيل لديك نعم أحمد منذ ساعتين تقريبا بدأ الاجتماع الرابع والثاني لهذا اليوم من اجتماعات اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة بيان وبرنامج الحكومة الذي ألقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أمام البرلمان في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الاثنين الماضي وتأتي هذه اللجنة طبعا بحضور رئيس اللجنة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب وحضور 42 عضوا من مجلس النواب يمثلون رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية وكذلك أيضا أعضاء يمثلون أعضاء المستقلين والمعارضة كل ذلك بحضور وزراء للنقل والطيران المدني والسياحة والآثار والذين قاموا على مدار الوقت الماضي باستعراض برنامج الحكومة كل فيما يخص وزارته سنلمح لكم مشاهدين الخطوط العريضة بأبرز ما جاء في هذا البيان في البداية فيما يتعلق ببيان وزير النقل والصناعة يعني الوزير كامل الوزير والذي تحدث عن خطط الحكومة لجعل مصر مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترونزيت وكذلك أيضا خطة لتطوير شبكة القطار السريع وأيضا خطة لاستكمال مشروع مترو الأنفاق وإنشاء واحدة وثلاثين ميناء جاف ومنطقة لوجستية وكذلك أيضا تطوير الموانئ من خلال زيادة عدد الأرصفة للجديدة وأيضا محطات متعددة الأغراض بالنسبة لوزير السياحة والأثار شريف فتحي تحدث أيضا عن خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة المستهدف من أعداد السائحين ليصل إلى ثلاثين مليون سائح وكذلك أيضا تعظيم الاستفادة من المتاحف ويعني مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وكذلك أيضا تنويع الأنماط السياحية وتعظيم الاستفادة من المقاومات السياحية في مصر أما بالنسبة لأبرز مجال في بيان وزير الطيران المدني سامح الحفني فتحدث أن الأولوية هي سلامة الطيران وسلامة المجال الجوي وأن هناك خطة لإعادة هيكلة شركات الطيران وتدريب العاملين بها وأهمية تمكين القطاع الخاص من خلال إدارة المطارات ربما هذه أبرز العنوين التي جاءت في بيانات السادة الوزراء يعقب هذه البيانات مدخلات بالطبع لأسادة النواب لأبرز الإضاحات والاستفسارات التي يقدموها لسادة الوزراء فيما يخص برنامج الحكومة ويعقب ذلك عرض ملخص عام من جانب أو تعقيب عام من جانب الوزراء هذه الجلسة الثانية كان في الصباح كان هناك جلسة صباحية أيضا بحضور وزراء لوزير الصناعة والنقل أيضا وأيضا قطاع الأعمال العام وكذلك أيضا الإنتاج الحربي والذين تحدثوا أيضا عن برنامج الحكومة ربما هذه الصورة من لدي من مجلس النواب أعود إليكم زمالي في الاستوديو مرة أخرى شيرين مجدي مراسلة أكسترا نيوز من مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة شكرا لك اشتركوا في القناة تفقد لواء خالد شعيب محافظ مطروح عمال إنشاء محاطة الرميلة أربعة وهي إحدى المشروعات القومية التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم انتهاءه من تشغيل خمسين بالمئة من خلال الوحدتين الأولى والثانية وجاري تجهيز الوحدة الثالثة للتشغيل الأسبوع القادم ومع نهاية شهر يوليو يتم تشغيل المحطة بالكامل كما تفقد محافظ مطروح عنابر التشغيل وتأمين الكهرباء بالمحطة من خلال ثلاث مولدات بطاقة تقدر باثنين ونصف ميجاوات بحث محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصار الحلول العاجلة والجذرية لمشكلة ضعف ضغوط وانقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق والقرى بمختلف مراكز المحافظة وخلال اجتماع بدوان عام المحافظة شدد الأنصار على توفير سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق والقرى التي تعاني من انقطاع للمياه كما وجه بتسريع وطيرة العمل لتطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب تفقد نائب محافظة الغربية الدكتور محمود عيسى أعمال الرصف والتطوير ورفع مخلفات القمامة في مدينة المحلة ومركز سمنود وذلك في إطار الجولات الميدانية بهدف الوقوف على سير العمل على الطبيعة وذلك أيضا تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء أشرف الجندي بتواجد الميداني بين التنفيذيين والمواطنين في الشوارع بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة الوقوف على سير العمل والاستماع إلى المشاكل والعمل على حلها هدى وشدد نائب محافظة الغربية على ضررة رفع القمامة والإشغالات أول بأول ومتبعت التزام المحلات بمواعيد الغلق المعلنة خلال فصل الصيف داعيا للعمل على زراعة الأشجار ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة مئة مليون شجرة تقدم مجلس إدارة نادي الصيد بالأسكندرية والعاملون به وأعضاء النادي وأسرهم والرياضيون بالأسكندرية بالشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي لموقفه التاريخي العادل بتأجيل إخلاء مقر النادي العريق الذي تأسس في عام 1939 والنظرة الأبوية لشباب وأبناء الأسكندرية وأعضاء النادي وأبطاله الدوليين وأكد مجلس إدارة النادي أن الرئيس السيسي دائما ما يولي بالاهتمام بالجانب الاجتماعي والرياضي والتنموي لأبنائنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة قواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق الذي شب بمحطة محاولات الكهرباء بطريق الخزان بأسوان وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى محل الواقع للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى مناطق أخرى هذا واسنو فيكم مشاهدين بمزيد من التفاصيل فور ورودها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التعاقد الإعلامي معه وأن القرار قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورا حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضية تستلزم مواجهة حاسمة حرصا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلاما مهنيا يحترم المشاهد وأنها لن تتوانى عن رضع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها أعلن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس سياسر إدريس تشكيل لجنة لحسن مصير مشاركة شهد سعيد لعبة المنتخب المصري للدرجات في أولمبياد باريس الفين واربعة وعشرين وكشف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير مشاركة اللاعبة يوم الأحد المقبل بعد الاستماع للاتحاد المصري للدرجات وتأكد من كافة بنود مدونة السلوك الأخلاقي للاتحاد المصري للدرجات والاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية حتى يكون القرار سليما تماما من جميع جوانبه مع مراعاة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية كافة أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابا لللجنة الأولمبية المصرية للتوجيه بشأن إعادة دراسة موقف مشاركة اللاعب شهد سعيد في أولمبياد باريس وفقا للمواثيق الدولية والقواعد الأخلاقية وذلك وفقا للإجراءات التي قام بها الاتحاد في هذا الشأن وموفاة الوزارة بتقرير تفصيلية وفقا للوائح المحلية والدولية المرتبطة في هذا الشأن ومراعاة لكافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية وأغذي بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية يأتي ذلك في ضوء ما تم تناوله عبر مختلف وسائل الإعلام بشأن وقاعة تعمد اللاعبة بإصابة إحدى اللاعبات أثناء منافسات بطولة الجمهورية بالسويس وقام الاتحاد بإيقافها لمدة عام وتوقيع غرامة مالية عليها واجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل فريق من أعضاء اللجنة العليا للرياضيين بوزارة الشباب والرياضة لمتابعة الحالة الصحية للسباح المصرية شاذا نجم لعبة نادي طنطأ رياضي بمعهد ناصر وجه وزير الرياضة الشكر للتنصيق الكامل بين فريق أعضاء اللجنة العليا للرياضيين والتي تضم أساتذة في مختلف التخصصات مع مدير معهد ناصر لتقديم كافة الخدمة الطبية وعمل الفحصات اللازمة للسباحة معربا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجلي لللاعبة ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع بالإعلان الحكومة الإسرائيلية بعزمها على تشريع خمس بؤر استيطانية ومسادرة 1270 هكتار من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وفي بيان وزعته الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع ندد الوزراء أيضا بقرار توسيع البستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق الذي شبه بمحطة محاولات الكهرباء بطريق الخزان بأسوان وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى محل الواقع للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى مناطق أخرى مزيد من التفاصيل نضم إلينا محمود جاد الكريم مرئيس الأكترا نيوز في أسوان محمود برحب بك هل لك مزيد من التفاصيل وهل توقفت الجهات المعنية على أسباب هذا الحريق وهل هناك ضحايا جراء هذا الحريق نعم حضرتك طورة إختار سيادة الواقع محافظ سوان بنشوب حريق هائل في محاول كهرباء يحتياط للشبكة وخارج الخدمة على فكتا هذا المحول كان خارج الخدمة وغير مرتبط بأي أحمال كهربية بمنطقة نجع المحطة بطريق السادات في مدينة أسوان الواقع دكتور اسمعين كمال محافظ أسوان أمر بالتحرك الفوري بالسيارات المجهزة للإطفاء بنظام الجغاوي والكماوي وهذا ساهم إلى حد كبير في إخماد الحريق محافظ أسوان أمر بإجراء تحقيق عاجل وثوري للوقوف على أسباب الحريق لتفادي تكراره بلجنة مشكلة من الحماية المدنية والشركة بنقل الكهرباء وأيضا محافظ أسوان كلف السكريتير العام المساعد بالتحرك ووقع الحريق للإشراف على عملية وجهود السيطرة عليه حفاظا على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين المقيمين في المنطقة وذلك وصل حضور عدد كبير من القيادات بالسيطرة من سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وأيضا قطاع توزيع الكهرباء وأيضا هناك متابعة ميدانية ومن مسؤولي الجهات المحتصلة بالنسبة للحريق كنا على اتصال بالسكريتير العام المساعد وأعلن أن تم اتدفع بعد السبع سيارات اتصاء مدعمين برجال الحماية المدنية واتدفع بثلاث سيارات لسعار تحسبا للتعامل مع أي حالات طريقة وجميع تكاتف حتى تمت السيطرة على الحريق من الحماية المدنية والوحدة المحلية وأهالي المنطقة ولم تكن هناك أي إصابات أو خسائف للأرواح وتم إخماد الحريق تمام طيب يعني بما أن محمود بتقول أن المحول خارج الخدمة هل هذا يعني أنه لم يكن هناك عمال أو عاملين في هذا الخزان ولم يتم إصابة أي أحد منهم وماذا عن أسباب اندلاع هذا الحريق؟ هل توجد أي أنباء مبدئية؟ تبقى للبيان الصادر عن المحافظة كما ذكرت حضرتك وإستاذ المشاهدين بأنه ليس له أي علاقة بالأحمال الكهربية وكان خارج الخدمة ولم تكن هناك أي إصابات أو تواجد أي أفراد بالمكان وحضرتك كما تعلمين أن أسوان بتشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة خاصة أن هذا الحريق اندلع حضرتك منذ ما يقوم من الساعة ودرجة الحرارة في فسوان ربما في الشمس بتصل إلى حوالي 48 درجة مئوية إذن لا يوجد أسباب حتى الآن؟ أم أنه اللجنة المعنية بتحقق من أسباب هذا الحريق لم تقل كلمتها حتى الآن محمود؟ نعم بالضبط حضرتك ولكن هناك كان اهتمام بالمحافظة أصدر قرارا فوريا بإجراء تحقيق عادل للوقوف على أسباب الحريق وعندما نعرف ويخرج بيان المحافظة عن تلك الأسباب إن شاء الله نوافع خضراتكم والسادة المشاهدين في تلك الأسباب طيب هل قدرت الخسائر المادية في هذا المبنى الذي احترق كما نشاهد الآن وتستعر نيران منه وتخرج منه نيران وطبعا أدخنة مستمرة؟ لم يتم بعد تحديد حضرتك الخسائر المادية وربما يخرج ذلك إن شاء الله بعد السعاد قليلة بإذن الله مع أسباب نشوب هذا الحريق نعم يعني أخيرا هل تم بالفعل إخماد الحريق أم أن المحاولات ما زالت مستمرة محمود؟ تم السيطرة على الحريق تماما وتم إخماده وفي تلك اللحظة جاري تنفيذ إجراءات عملية التبريد شكرا جزيلا لك زملنا محمود جاد الكريم مراسل أكترا نيوز في أسوان بالتأكيد هنتابع معاك كل تفاصيل خاصة بهذا الحريق في تغطياتنا المستمرة عبر أكترا نيوز نفى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ما تردد على بعض المواقع مواقع التواصل الاجتماعي من استقالة المستشار حماد الصاوي النائب العام السابق ونجله وأهب مجلس القضاء الأعلى بوسائل الآلام تحر الدقة وعدم نشر أي أخبار مغلوطة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية قبل مروج الشائعات الكاذبة من المواقع والأشخاص إذن نعيد على حضراتكم هذا الخبر حيث نفى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ما تردد على بعض المواقع مواقع التواصل الاجتماعي من استقالة المستشار حماد الصاوي النائب العام السابق ونجله وأهب مجلس القضاء الأعلى بوسائل الإعلام تحر الدقة وعدم نشر أي أخبار مغلوطة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية قبل مروج الشائعات الكاذبة من المواقع والأشخاص اجتبناً اتخاذ الإجراء تخذ treffen لاحظم اجتبناً 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 قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيمين نتنياهو ان اسرائيل عازمة على استمرار الحرب في غزة حتى تحقيق النصر واشار نتنياهو الى الاستمرار في العمل على تحقيق اهداف الحرب والقضاء على حماس وعادة المحتجزين لافتا الى التزامه بمقترح الصفقة للافراج عن المحتجزين والعمل على اعادة اكبر عدد من المحتجزين الاحياء في المرحلة الاولى من صفقة التبادل وقال نتنياهو ان اسرائيل لا تقبل مطالب حماس في المفاوضات وكل صفقة يجب ان تتيح لاسرائيل معاودة القتال لتحقيق اهداف الحرب واشار الى ان الحرب في غزة اكبرت اسرائيل على دفع اثمان باهظة ولكن سنحقق النصر من خلال هزيمة حماس ولمزيد من التفاصيل ينضم الينا هاتفيا لواء اركان حرب اسامة محمود المستشار بكلية القادة والاركان سيادة اللواء بعد التحية كيف تابعت تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو بان الحرب في قطاع غزة مستمرة حتى تحقيق المصر سيادة المستمعين بالكامل طبعا نؤكد نها مرة اخرى هذه هي محاولة يائسة وبائسة من بن يمين نتنياهو هذا المأزوم سياسيا وعسكريا بواحد حرب على غزة نتنياهو بالتأكيد يضع لفظة في المنشار للمرة الثانية او الرابعة في محاولة سمرير الهدن مبين الجانبين كلما سنحق فرص الحقيقية نرى الاستقناف المفاوضات نراه يضع شروطا تعقيدية بكل تأكيد لا يمكن قبولها من طرف حمس النهاردة نتنياهو يتحدث عن مبادئ اربعة لقبول المفاوضات التي تحرك من عجلها وليام بيرز من الوقت المتحدة الامريكية ديريكتور سي اي 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 او مدير وكات الاستقبالات المركزية ومعه ايضا ماجورميك المسؤول عن شؤون شمال افريقيا والشرق الاوسط وعملوا لقاء في القاهرة مع السيد وزير المخابرات العامة وتحركوا بعد ذلك الى الدوحة في انتظار لجنة المفاوضات الشاملة ليأظهر نتنياهو مرة اخرى ضع شروط الاربعة اولها تأتي تحقيق النصر على حماس كيف هذا يعني احنا بنقول ان قناة البث في اسرائيل منذ اقل من 20 يوم تقول ان الدراع العسكري لحماس لم يضعف باقل من يعني باكثر من 35% فكيف يرى نتنياهو انه سقد على حماس وله 9 اشهر ودخل في الشهر العشر ولزال جيشه يعاني الامارين من خسائر جسيمة وخسائر مادية وخسائر في الارواح وخسائر في المعدات من جانب الفصر المقاومة كيف لنتنياهو ايضا ان يفرض استمرار ضمان الشمال قطاع غزة خالي من المسلحين وهذا الامر غير مطهوم هو تكرار للبند الاول اذا الرجل حتى لم يعد يستطيع القدرة على صياغ البلود بشكل سيد سليم يعني نتنياهو يحاول ان ينجو برقباته شخصيا هذه شخصانة تم الامور نتنياهو يعني يحاول ان يكتسب الوقت اللازم للوصول الى خطابه في الكونجرس خلال 20 يوم من هذا التوقيت ومدعبة الجمهورين من تحت الطاولة على حساب الديمقراطيين الذين عاونوا في الحرب وسيأزمهم معهم وهم يدركون ذلك ونتنياهو يسعى للوصول الى فترة حكم جديدة فتنة الأمريكية المنتظرة في يناير 25 على وعسى من وجهة نظرين خائبة طبعا ان يحدث متغير ويعني تتعدى الأمور لصالحه وهو ما يؤكد لنا ان هذا الرجل فقد أهلياته السياسية وفقد دكتيره السياسي وفقد تقديره الاستراتيجي وان حتى الات والعسكرية النهاردة اصبحت يوما تتحدث عن صعوبة هزيمة حماس وامس نرى هاتزيها الليبي يتحدث عن استمرار القتال حال التخبط وارتباك سياسي وعسكري لم تبر بها او لم يبر بها ذكان الاسرائيلي منذ نشأتي بتمنع به نعم هل السبب في هذا التخبط والارتباك السياسي الموجود في اسرائيل هو خسارة حقيقية لنتنياهو لهذه الحرب المعلنة في قطاع غزة وانه يحاول اطالة امد الحرب كي يحاول ان يجد لنفسه مبررات في الشارع الاسرائيلي كلام حضرتك مضبوطة اؤكد على ان نتنياهو يسعى الان فقط لان ينجو بنفسه نتنياهو ان نجحت المفاوضات قد ينتهي وقت نتنياهو وتقوم عليه القائمة وتزور عليه الدائرة نتنياهو يفهم تماما ان المفاوضات اصلا ضده وشخصيا لانه منتظر بكل تأكيد قضايا فساد وقضايا اتلاف وقضايا طوريط الكيان الاسرائيلي في عملية عسكرية امتدت كلفتهم المليارات العديد من المليارات حتى الان وهو بالتأكيد يسعى بكل شكل من الاشكال لاطالة امد الحرب فهو ليس في الميدان ولا يستشعر ما معنى عزيز الطائرات وقصف المدفعيات وانما هو يراهن على جيشه وقالته العسكرية ويراهن على ابادة الشهداء المدنيين العزل في قطاع غزة على لو عسى تقوم حماس بالافراج عن الاسراء او الكف عن ادارة امامات العسكرية ضد قواته المتوظيمة فكلام اكيد هو يسعى لاطالة امد الحرب للذودي بنفسه عما سلحق به فيما قريب نعم ونتنياو ايضا اكد ان الحرب في غزة اكبرت اسرائيل على دفع اثمان باهضة هل هذه وان الحرب مستمرة بالتأكيد حتى القضاء على حماس هل هذا التصريح بمثابة رفض صريح للهدنة والمفاوضات التي تخرج من حين لاخر والوساطة المصرية ايضا فيها طبعا هو مش كانت رفض صريح هو رافض في الاساس منذ بداية فكرة الهدنة التانية مع حماس ولكنها زي ما قلت هذا في الاول هي مناورات بائسة مناورات خاسرة مناورات مأزومة للفرار وايطارة امد الحرب هو يرفض الهدنة في الاساس يعني مهما قدمت نتانياه وتنزلت نرى حماس يقول لا مانع من انطلاق مفاوضات الهدنة مع عدم اخذ الشرط على اسرائيل بعد القتال يعني حماس وصلت انه وضعت شرط كانت رفضه من الاول نجد نتانياه يمر بطريقة اخرى هو لا يريد الهدنة مش يرفضها هو اصلا كتكرة الهدنة ليست في اعتباراته وليست في تقديراته وليست في تذكيره الهدنة معناها رقبت نتانياه شخصيا نعم لواء اركان حرب اسامة محمود المستشار بكلية القادة والاركان شكرا لك على هذه المداخلة باذا مشاهدين الكرام نكون وصلنا الى ختام نشوة السادسة مساء وإلى العنوين اليوم الثاني على التوالي اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس نواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة واصل اجتماعاتها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يبحث مع مجموعة المنصور للسيارات سبل دعم مشروعات المجموعة مجموعة السبعة تدين تشريع اسرائيل خمسة بؤر استطانية في الضفر مجموعة الغربية المحتلة مشاهدين انتات اخبار السادسة ولمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز او من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر على الشاشة وختاما تقبلوا تحيات زميلة نسرين فؤاد وانا احمد احمد